اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة احنا بس لازم نحط في دماغنا وان الفار تجربة وليدة في مصر يعني الفار كله على بعض عمر الفار كله ست شهور يعني انا شايف ان الفار لحد الوقت يعني ماشي بنسبة نجاح مش سيئة يعني لكن يعني محتاج طبعا محتاج تطوير ومحتاج وقت لمزيد من الخبرة للحكام محتاجين طبعا في حاجات في التصوير في التصوير طبعا محتاجينها ما نقدرش ننكر مع الوقت ان شاء الله الخبرة بتاعت الحكام مع التكنولوجي بتاعت التصوير يتطور عندنا شوية ان شاء الله هتلاقي الدنيا هتتضبط احسن من دلوقتي يعني لكن انا اتفق معاك ان عندنا مشاكل في الفار اه في مشاكل في الفار ما نقدرش ننكر دا يعني طب والمشاكل في الفار هل هي مشكلتها ان احنا يعني بالبلد كده زي ما قولوا زنقنا اللاجنة الحكام في مصر وقلنا لهم لازم نطبق الفار بسرعة ما اتمرناش عليه ما ضربناش الحكام بتاعتنا عليه قبل ما نبتجي نشترك عليه هو انت حضرتك كان لازم تعمل الخطر لازم تعمل الخطر العالم كله بيتطور ومصر مش دولة قليلة فكان لازم الفار يطور فجهد مشكور من الناس اللي عملت ان هي بدأت محتاجين مزيد من التطوير اه محتاجين مزيد من التطوير مش الحكام بس يعني الحكام طبعا لازم هناخد وقت من الخبرة يعني انا كان لحد من اسبوعين في عاته كان كل اللي عندنا 37 حكام بس فما عندناش حكام كتير للفار لسه الحكام ذات نفسها الخبرة محتاجين خبرة محتاجين محتاجين حاجات في التصوير التكنولوجي في كاميرات معينة محتاجين حاجات التصوير مهم جدا جدا التصوير اللي بيبين للحكم الزاوية اللي يختار منها اللي ياخد منها اللقطة يعرف إذا كانت الكرة فاول أو مش فاول جول أو مش جول بنالتي أو مش بنالتي كل ده من التصوير من الآليات التصوير أنا بس أقطع حلاتك في حتة صغيرة والأستاذ علي شاركني الرأي ده إحنا في بداية تطبيق البهر كان عندنا التصوير 10 على 10 كانت الكرة بتتزاك بتتعد من أكتر من زاوية بنشوف الكرة بتلت أربع كاميرات مختلفة تقريباً أنا يعني عايز أقول إنه من أول أزمة الفارب في مصر بدأت تخش إنه بدأت الناس كلها تتكلم عن متشط الأهل ومتشط الزمالك والأخطاء هنا والأخطاء هنا بيت بحس إن الإخراب نفسه في مصر بقى عالمة السفاد الإخراب إنه هو يعيد لللقطة اللي عليها المشكلة كلها هو طبعاً أنا فهمت أنت حضراتك تقصده أنا فهمت أنت تقصده بس يعني عامة برضو يعني أنا إنه بقى في حد متحكم يكون ليه انتماء دي حاجة مش كويسة خالص يعني في أي مجال أيان كان يعني إنه بقى حد مثلاً متحكم في الفارب في التصوير أو يكون ليه انتماء لنادي ضد نادي دي طبعاً حاجة مرفوضة يعني شكلاً وموضوعاً يعني والعالم طبعاً كله بيرفوضة يعني فأنا هتكلم عن اللي يخصيني اللي يخصيني إن إحنا الحمد لله الحكام يعني بنسبة يعني بيطبقوا الفارب بنسبة صحيحة تبقى لرؤيتهم لإن حتى مع استخدام الفارب الناس متخيلة إن مع استخدام الفارب مفيش أخطاء لا طبعاً لازم يكون فيه أخطاء لإنه في الأول وفي الآخر رأي بشري يعني أنا شفت صحيح أنا شفت صحيح الفارب وكل حاجة بس في الأول في آخر هو رأي رأي بشري أنا شايف إن دي ببنالتي حضرتك شايف إن هي مش بنالتي فسماء لازم يكون فيه نسبة هو الفارب حيقلل نسبة الأخطار حيقللها بنسبة كبيرة جداً جداً لكن لازم يكون فيه أخطار لو نفتكر كان فيه مطش بتاع الاهلي كان السنة اللي فاتت وكان الحكم الجزائري ومصر كلها والاتحاد الافريقي اعترف ان كان فيه اخطاء مع الفار فيعني ده مطش بديك مثال يعني فالناس عايزة في الدور المصري مع تطبيق الفار يكون ما فيش اخطاء خالص لا حيبقى فيه اخطاء بس نسبة نسبة بسيطة واعتقد ان الاخطاء اللي موجودة عندنا حاليا دلوقتي مش بنسبة كبيرة يعني طب نشوف رأي الصحافة كده وانا استاذ عالم سير في الفار ومتطبيق الفار في مصر ورأيه ايه كراجل نقض رياضي ومتابع كرة بشكل جاي طيب هو طبعا استكملا لكلام كابتن ان هو قدرى مننا في الحتة دي لكن احنا بنشوف انه المشكلة بتاعة الفار في مصر سببها احنا عشان نقول الاول احنا عندنا مشكلة ولا لا لازم نوصف المشكلة المشكلة عندنا فين المشكلة عندنا سببها تلات حاجات او تلات نواحيات المتسبب فيها الفار واحد مشكلة تقنية وكابتن وايل وحضرتك تكلمت عنها وان احنا ما عندناش ادوات كافية للفار اللي بنشوفه في البريمير ليج ولا في الدورة الاسباني ولا في الدورة الايطالي ولا في الحتة دي وابونانا عليه ده بيأثر على القرارات الفنية وده العيب التاني العيب التاني ان احنا ما عندناش حكام مدربين بالشكل الكافي ما اخدوش الوقت الكافي سيبك بقى منهم ما اخدو عدد ساعات كفاية مش عارف ايه في الكورسات والكلام ده كله كل ده لا يعنيني في شيء انا اللي يعنيني التجربة التجربة هي اللي بتعلم اكتر من اقول المسأل الشهير التكرار يعلم الشطار فخلينا ده يعني فدي تاني مشكلة اللي هي المشكلة الفنية تالت حاجة ودي المصيبة او الكارسة اللي احنا بنعاني منها في الكرة المصرية واللي بيعاني منها المنظومة وزياد منظومة التحكم في مصر والتحاد الكورة قالوا وهي اللي انتمقت ان احنا دايما انا بتفرج على الماتش كاهلاوي الحاكم ده زمال كاوي طالما احكم حاجة ضد الاهلي ده زمال كاوي مليش دعا وهو زمال كاوي والعكس صحيح وعليه بتقاصي الامور بالشكل ده ضيف عليها طبعا الكارسة الطامة الكبرى اللي هسألنا وجميعا استخدامها وهي وسائل للتواصل الاجتماعي اللي اصبحت منصة لكل الناس بعد مصر فيها 100 مليون صحفي صحيح 100 مليون ناقط وكل واحد بيفصل الموضوع على هوا لو ده تفصيل بشكل عام للمشكلة بتاعت البار لو انت عايز تتكلم في اللقطة اللي حصلت في مباراة الكاسم بارح في نهاية الكاسم بارح دي بقى ممكن نتكلم فيها ونقعد نغني وانا وكابتن وانا نختلف فيها مع بعض ونعمل ومش عارف ايه بعيدا عن الانتماءات لكن الجمهور العادي او الشباب الصغيرين الصغيرين طبعا سنا يعني لكن هما الكبار المقام اللي موجودين على مواقع التواصل الاجتماعي اللي بيفصل اللقطة من وجهة نظر وبيفسرها من انتماءه انتماءه هو اللي بيحركه في اللقطة لكن هتجي تبصيلها بشكل عام لا هنختلف هتلاقي في حد هنا بيقول صح كابتن واقل هيقول مثلا لا انا شايف القرار الحاكم صح ومن حد تانية انا ممكن اقول لأ غلط حضرتك ممكن تقول لأ طب هي فيها وفيها وشوفنا الكلام ده في اختلاف الاستوديات التحليلية كلها فيه ناس قالت اه وناس قالت لأ او ناس قالت اه وناس قالت لأ زي ما قالت كابتن واقل هو في النهاية الفار اه معمول لمساعدة التحكيم على اتخاذ القرار الصح لكن هو في النهاية عنصر البشر اللي بتحكم فيه سواء في التقنية التصوير وفي مراجعة القرارة ففي الحالتين لازم هيبقى عندك اخطاء لكن احنا عندنا احنا للأسف الشديد ما عندناش ثقافة تقبل الاخطاء وبرضو مش عايز اقس على الحكام عشان كابتن واقل الحبيبي ما داشت هاجع عليه الحكام والتحاد الكرة بشكل عام هما المنظومة الاضعف في الحلعة في الرياضة المصرية بشكل عام زي ما احنا دايما عندنا انت راجل صحفي ومخاضرة معارف احنا دايما نقول ان اتحاد الكرة مالوش لأب ولا أم الاهلي بلي جمهوره اللي وقف في ظهره لو انت كجريدة او كصحفي دست او في الاهل هتلاقي كتير بينتقدك زي ما لك نفس الحكاية لكن اتحاد الكرة لا ليه أب ولا أم ولا ليه حد يدفع عنه زي ما بيقول والحكام اكتر من الناس اللي موجودين جواه اتحاد الكرة اللي ملهمش ظهر زي ما بيقول اي هما اللي بيدفعوا الضريبة اي فرقة بتتغلب الظروف المعينة يقولك التحكين ولازم يدور لك على لقطة ونتكلم فيها ونقعد ونعيد ونزيد وندي لنفسنا مباللات علشان نقنع نفسنا ان احنا كويسين ده مش معناه ان التحكين كويس لا طبعا التحكين فيه أخطاء وفيه أخطاء جسيمة وفيه أخطاء قاتلة وفيه وفيه حكام وان كانوا قلة يعني قلة بيعملوا أخطاء متعمدة ومقصودة مش يعني انا ما بحبتش كلام الدبلوماس انت عارفني بس اه فيه طبعا مفيش حد عايز يفشل مفيش حد عايز يا كابتن يبقى وحش مفيش حد عايز يبقى مؤثر لكن فيه ناس الهوى بيحركها وده عارفنا مش هنقولك احنا جربناه في الملاعبة كابتن بس كل نجوم القرى اللي كان بيلعب في نادي صغير اسما يقولك الخطأ ده انا كنت بعمله وانا في النادي الفلاني لازم اخد انظام بقيت هروح أليو زمالك لا يعني بتعدي لانه بيخاف من الجمهور ففي حسابات ومش هقول انتماءات ومش هقول مؤامرة ومش هقول تواطئ ولا الكلام ده لأ ده حاجة لأ ما نقدرش احنا ناخد فيها لان ده شرف وما ينفعش نتكلم فيه لكن معندهش ما يصبت ذلك لكن في الاخر الهوى بيحرك اي حد وانت وانا وانت في شغلك ممكن لا اللي عيب ده اصله صح بي حبيبي مش عايز تدوس فيه صحيح كلينا نبقى واضحين مع الناس وبرضو الحكم ده بشر ده بني ادب وهو في الاخر وفي الاول هو مش عايز يطلع وعنده بيت وعنده قسرة وعنده عيلة كبت مش عايز يطلع بعد المتش يلاقي عيلته تلاقيه بيتشتم يعني انا مش عايز حد يعني انا مش عايز انا لو انا بقى دير المبارة وانا انت ما اهلي او زمالك حتى لو اللي النادي بتاعنا مش عايز اطلع تشتم على الفيسبوك وتويتر والناس تشتم فيه فأكيد انا بعايز اقدم احسن حاجة ممكن لكن فيه ناس كابتن واي الاخطاء التحكمية الجزء من متعة كرة القدم كلنا ما اعترفين بالكلام ده بس لما بقى فيه خطأ تحكمي بيأثر على مجبوط فرقة طول السيزن يعني انا الكابتن محمد معروف بالاسم هو انا بسمي بالاسم فمطش الاتحاد السكنديري ونادي الاهلي الكرة اللي اتحسبت دربة ركنية وجاملها جون ده اثرت على فرقة تتحسب السكنديري في البطولة يعني طلعتوا برا البطولة خاص فرقة كانت كسبانة واحد سفره الاهلي تعادل كان ممكن يبقى فيه وقت اضافي الاهلي راجع من نهاية دورة طالقة افريقيا فالوقت الاضافي بالنسبة له هيبقى منهك الاخطاء اللي هي بتأثر بالسلب على سير اللقاء او نتيجة اللقاء نتيجة الاضافة معلش قبل ما حضرتك تجاوب معايا معنا الكابتن شاري محمد اللي ببارك له وبنهنيب بفوز الاهلي بالبطولة كاس مصر المرة السامعة وتلاتين والسلاسية التاريخية كابتن شادي ازاك كابتن شادي ازاك صلو محمد رحب بك ورحم كل مشاديناك ورحم كل مشاديناك ورحم بك كابتن شادي منورنا كابتن شادي وفيناك كابتن شادي مش شايفينك يعني لا والله الموجود شوء عليه كده بتمزهور شغل اخراس وكده كمشافر بسهده كابتن شادي قلنا كابتن شادي كده إن شاء الله خلال الفترة اللي جاية والمرحلة اللي جاية كابتن شادي هنشوفه تاني في الإعلام المصري ولا هنشوفه مدرب وكوتش يعني عايزين نعرف كابتن شادي محمد هيكون فين إن شاء الله الفترة اللي جاية بإذن الله لا إن شاء الله غريب جدا كده ممكن فيه المفترة كده إن شاء الله نعريه إن شاء الله طيب إحنا برنامج سرخدنا شباع عايزين نكون سبعين إن شاء الله كابتن شادي بإذن الله كابتن شادي تبعت إنجاز الأهلي مبارح بطولة 37 كاس مصر ودورة أبطال أفريكيا والدورة المصري انتصارات متتالية النادي الأهلي تحب تقول إيه المجلس إدارة نادي الأهلي واللعيبة وعندي سؤال خاص بالكابتن شادي محمد عايز رأيه فيه بدون دبلوماسية أولاً أنت واحد مغلوط جماعة النادي الأهلي لما كان مغلوط للمجلس إدارة وكابتن محمد خطير مغلوط للتعايدين وكابتن الفني وكابتن الفني وكل ما ينتمي عمال الناس كل ما ينتمي للمجلس إدارة بطولة بتجيب بطولة بطولة أفريكيا ردة حاجة كبير جداً على عكس من كل كان بيتكلم النبي الأهلي بيضر إيخوا بطولة بايد الضبط كده لما تتعجل مصر التعجل بيجيب تعجل وتكتب مصر بيجيب مكتب وخسارة بيهو خسارة ده اللي النبي الأهلي بتعاود عليه مصر في التسويق هو هذا اللي بيسلمه الأجيال بيسلم أجياله ولا كموح ولا بيسلم أجياله منافس الشريفة ولا المركز التسليمي ولا أي حاجة بيسلم كل جيل بيسلم إبتالي البطولات والإنجازات عشان كده بطولة أفريكيا كانت مهمة جداً لما تبقالي عشان كده بطولة إبتالي بيش حاجة بيحتكرها اللي بيسعى وبيتعب هو اللي بيسعى بطولة فوز المستحق النبي الأهلي بطولات ثلاث وثلاث أكثر من الشر وده طبيعي جداً وصراحة نبوا في الشكر كبير جداً لديه الفني المحطرة اللي يعلم كلمة النبي الأهلي كوي النسر المسلماني اللي فيه في مجر فني النبي ييجي ومتوافه كثير يتجب مثلاً لا مش عادر حكم عليه دلوقتي رحكم عليه مقصر الجاي رحكم عليه الشر اللي يعلم الخاطئ يقول لك مقاشاً طيب الرابل عبر عن نفس من أول دي ومن أول مجرد ومن أول حوار عمله من قلب للقلب الرسول يعني الرابل تكلم كلام دخل قلوب الأهلوية لأنه يعلم قيمة النبي الأهلي واسم النبي الأهلي وزمعير النبي الأهلي ودي كانت حاجة منه محترمة غير وعلى أرض الواقع صورة في ذلك السريق في نقطة مهمة جداً ما حدش تكلم فيه إن عدد الإصابات اللي كنا بنشوفه مش مواقود كانت مشكور جاهزوا معاه اللي ما شكتش لعيد اللي عادتنا عمية وعشرين نهيئة بعد الأهل في الأفريقيا وبعد كذلك العد اللي من وران بح فيها الزوتين ويتظهر بالشمل ده للسريق ككل أنا شاب لاحظة كويسة ودائما مش عايزة لما تتعامل منذ الأهل منذ يجيب بيها بالمطر فيه فرق منافسة وفيه فرق بتحفظها وفيه فرق بتحفظها وفيه فرق هتوح لها الزرقات جالدية وفيه فرق هتلعبها عالكي هتعمل نتيجة كبيرة كل حدا وارجة في الكورة لكن أرجو الله كمان للفرق لا عميش ومن قبلهم نبي الزمالك اللي شاكتين قسمهم بارات طيبة وهي كده فرق القدم فيها المصر جير جداً من الخبرات التي تبقى موابولة الخبرات على اللعبة عن بطولة وكمان نحافظ عشان كده مهم جداً عشان نتكلم على وقت ايه هقول الزمالك قرب لك هقول الزمالك هشمال بس كابتن شادي جمهور برنامج صارخة ناشي لما عرف ان حركة تبقى معانا فهم داخلة أميني سؤال لحضرتك بدون دبلوماسعين كابتن حسين الشحات الفترة الأخيرة انت شايف ان مستويه وأهيله ان هو يكون لاعب أساساً من هذه النادي ماذا؟ جمهور صارخة ناشي بيسأل كابتن شادي محمد سؤال مباشر على مستوح سين الشحات هل شايف ان مستوح سين الشحات يليك بنادي الأهل؟ اه ده السؤال انا من باعترفش بالكتعة بنا سمعيني اللي بقيت كون كويت أو كون عالمي ده السؤال اقوله ونجل نجوم هذي اللي عايت محترم جداً انا بالنسباني اللي هي نقطة اهم عشان كده بيجيب وراء التوفيق ربضان سبحانه وتعال اللي انت تعلم حكومة النبي الهالي والتحق بالفلوس والتقاطل اللي انت تلعب في النبي الهالي ما عندش مشكلة مستويه يمزل واتنده وادعمه ما عندش مشكلة ما عندش مشكلة في اي حاجة لاني بترسخ مبادئ اجداد كل كان عادي عباسي اللي هي فكرة شوف الفلوس فكرة دهر والوراء وده من الصح فنوعية تنشحات ونوعية طهر محمد طهر الناس اللي هي بيجيب فلوس عشان تلعب المنطقة واشتغل بلد الضيار اللي كان عادي منجوز فليهم مني كل احتراموزة فنيا اكيد في ميليون فني اولي قريب مؤثر اكيد شاهده بيفيد الفرقة ما بيلعبه منتظرين منه افتر اكيد ولكن انا لي مواقف بعيد عن العواصف القادر العيد اللي يعمل كده عشان يلعب المنطقة اللي لازم اتحمل وهو قويس اشيد بيه وهو اوحش لازم لانا اتضار واشد طيب التجديد الكلام اللي طالع محسن مكمل لا مش مكمل انت رأيك يا كده لازم نهزة شوية الجمهور غالي عايز مطورة وكيلي اللي موضوع باستعمل انا محبش امهيز حس اقول ده فلان متقلق وفلان نه انه هو مية استمرارين اللي عايز يسمع تاريخنا يعني على فاكرة اللي عايز نفسر من البطولات اللي خادتها اللي عمد تعليم الزولات وهي رأيك ما مش شايفة فمروان لعيد مهم وليه دور يعني مثلا بتستغرب البعض التجاوز اتكلموا كورة جماعة اتكلموا كورة سيدوا اتبع علمه لو طلعت الحل اللي عامل نفسك عندك الخبرات اتكلموا كورة اعلموا اقولوا التحرك يو ازاي لكن الثلاث تربع اللي يتكلموا بالكورة فاضيين ايه دي اللي انا شايفه طي وقت ان شادي احنا بنا تمان التجاوزوا انتم تتكلموا بالمهور على الاخلاقيات وتتطع تتجاوز على الاخلاقيات بالشكل ذات واول ما تقولوا ففضل المتسؤولية تقيمها ما يعرفش يتراعد من موضش بك امانين واول ما تقولوا تعقيد لمعقلان ولا فان تراعين وشان يجيبلك العيدة بسه ما يعرفش يكمل موضشين على بعض انا تكلمة مهمتال اماني فلازم امور النادي الاهلي ما تنسكش ورا الكلام ده طالما لان امتشورت النادي الاهلي ولعب اخلاقياته عادي طالما بيراح الكون حقيقين واحش حلم ويمسي يقرب من شغرنا في مجرد هدارة بالخطط في لبنة موجودة وفي مدير فن دي كل واحد ينصب نفسه وبعدين على فكرة مثل التنتقس ما بيستحملوش واحد يقول عليهم كلمة هم غادشوا شطار تغيير البدلة والتشورت من القناة دي للقناة دي ولي حدا بدايب انتراح طيب احنا منتظرينك يا كابتن شادي ان شاء الله العادي روح يطلع رصة عنات من هذه الاهلي ما بيرصة منتظرينك يا كابتن شادي معنا تنورنا في حلقة كده ان شاء الله ونتكلم فيها على الهوى باذن الله شكريلي كابتن شادي شكريلي كابتن شادي نرجع لكابتن والي الصبار معلش طالما حضرتك برضو قلت اسم حكم بالاسم طبعا محمد معروف حكم ممتاز وحكم قدامه مستقبل محمد 32 سنة يمتلك مقاومات الحكم الدولي وليه مستقبل كبير بالنسبة للعبة اللي حضرتك كلمت عليها انا مش حابب ان انا اتكلم في لعبة معينة بس طالما انت ذكرتها هما الناس اتكلموا او المحللين او كل الناس اللي كان رأيهم في اللعبة دي حكتين فيه ناس قالت هي مش كورنا وفيه ناس قالت لا هي كورنا بس فاول بالنسبة للكورنا او مش كورنا لا هي كورا كورنا لما هتلاقي في التقنية حتة فاول او مش فاول دي برضو قلنا هترجع لمين هترجع للخطأ البشري او يعني ايه انا ممكن اعتبارها فاول انا كمحلل كمان مش كحاكم انا كمحلل اقول دي فاول فيه حد تاني محلل تاني يقول لا مش فاول فهتختلف من شخص لشخص طالما انا اختلفنا يبقى الحاكم هو صح والحاكم لما حسب كورنا هو معاش ان الكوره هيجي من جور هتحاسبه على خطأ ايه انها كورن ودي ما فيه جبارة كبتو بس ودي ما فيه جبارة لكن انا انا حابب ان احنا زي ما الاستاذ محمد طبعا يعني نقط كبير وصحف كبير قال حاجة مهمة اوي قال ثقافة الاختلاف لازم نزرع في الجمهور بدل ما نفهمهم لا دي كورنان لا دي مش كورنان عايزين نزرع في الجمهور حتة لالتعاصب زي ما الدولة بقول لالتعاصب لازم نقنع الناس ونفهم الناس ان مع الفار مع اكبر تقنية في العالم فيه اخطاء لازم تتقبل الخطأ مهما كان حجمه مهما كان حجم الخطأ نازم يقول لنا نتقبل لجنة المسابقات وقعت عقوبة على الكابتن محمود البنة وعلى الكابتن محمود معروف لجنة المسابقات لا تملك الناس وقع لجنة الحكام وقعت عقوبة على الاتنين بإيقاف أو بحرمان من إدارة مباريات أهلي وزمالي انا بقول لحضرتك وانا جوه المطبخ وانا جوه يعتبر حاليا هم طبعا زمالي واخواتي اللي موجودين سواء الكابتن وجيه والدكتور عزب كل التأدير والاحترام لهم لكن انا بقول لحضرتك الخبر دوت اللي اتنشر في مصر كلها الخبر دوت عاري من الصحة وخبر غير صحيح وكلها كم يوم يوم حضرتك وانا شاء الله هتلاقي البنة وهتلاقي معروف هم اتقال ان هم برضو اقول لحضرتك الخبر لان احنا صحفيين اقول السيد علي احنا عندنا عدد الحكام قليل جدا فلازم هنحتاج لهم فقال لك ان احنا الحكمين ممنوعين من إدارة مباريات أهلي وزمالك مستحيل وما فيش دولة في العالم تقدر تعمل كده لو كل حكم غلط منعته ان يحكم للنادي الأهلي او منعته ان يحكم للنادي الزمالك انت مش هتجيب حكام منين تاني مستحيل الكلام ده انا ممكن اقدر اعمل للحكم ممكن اجنبه مؤقتا ما اسبوع اسبوعين للنادي الأهلي ثلاثة أسابيع لكن مستحيل اما ما تريد ما يحكمش الاهلي تاني والتاني ما يحكمش للزمالك مستحيل وحنا عندنا غير اهلي وزمالك واسماعيلي والكلام دي كله لكن لازم يا جماعة لازم نعترف ان فيه خطأ ان ده خطأ بشري لازم ان الحكم هيغلط رغم ان انا شايف ان الحكم مغلطش يعني انت لو بتسألني عن رأيي الشخصي انا في اللعبة دي بالذات انا معروف مغلطش معروف عامل زي مبارح بالذات زي مبارح محمد الحنفي مؤدي المباراة عندنا دايما قائب الحكم فيه حاجة يسمى ماذا حكم درجة صعوبة المغرام صحيح لما ايضا احترام بوقح سين غير النادى الاهلي والزمالك غير النادى الاهلي والإسماعيل او غير الإسماعيلي والزمالك فانت بتحكم نهاي كاس فيه درجة صعوبة المغرام مجرد كلمة نهاي كاس فلما الحكم يغلط فيثمش كل شخص يقه الرجب يسبب ي efectرح يعني الكرة البارح اللي هي اتعادت من الفار الإخراج لم يجب تكمل الكرة يعني يوقف عند الحتة اللي هي بنون وأحمد علاق يشدوا ببعض ووقف ما يعني الكرة لها تكملة الكرة لها تكملة بس هو مجد للحكم عشان احنا حكام واحترامي لأي حد يعني انا من الزاوية الأولى خلاصا انا من الزاوية الأولى لقاعد كنت متفرق في البيت انا من الزاوية الأولى فاول على لعب التلاقع خلاص انتهى فطبعاً برضو الحاكم بتاع البهار جاب لي الحاكم المفيد مش عاود الشرح لأسيب له اللعبة كلها يتفرج على اللعبة كلها هو بمجرد ما جاب له هو كان فيه مسكة من الأول من اللعب الأهلي بدر بنون ماسك لا بس عشان أحسب خطأ لازم الخطأ يكون ليه تأثير على اللعبة يعني احنا دي لعبة رجال المسكة دي محسبش عليها خطأ لكن المسكة اللي تعمل تأثير على اللعب تعمله إعاقة دي اللي بحسبها فالمسكة بتاعت بدر بنون ما فيهاش أي حاجة خلص يستمر اللعب ولكن الشدة بتاعت لاعب التلاقع لللاعب النادي الأهلي دي اللي يتم اللي حساب عليها وبالتالي الفار اداله للجزء ديت وبالتالي الحاكم على طول شاف أول ديت أم احتسب فاول على طول الناس طبعاً مع زورة الناس مع شدة السوشيال ميديا والكلام ده كل اللي بيحصل والتعصب اللي بيحصل فالناس شايفة بتشوف حاجة غير لكن إحنا عايزين من لازم عايزين نادي الزمالك يرجع نادي الزمالك زي الأول تاني كل لما الزمالك يرجع أقوى من الأول يبي عندنا الزمالك وعندنا الأهلي عندنا الإسماعيلي عندنا سنوحة عندنا بيرامد هو دوت الدوري اللي كل الناس هتبع عايزين وهو دوت اللي هيعلم مكمة الدور صحيح كبير هروح للأستاذ علي واسأله بقى بره لبار خالص واقوله اه ايه رأيك في اللي بحسة في نادي الزمالك يعني النهاردة نادي الزمالك قبل منطلع على الهوى بساعة او بساعتين ألغى صفقة أمير عام جمهور الزمالك بيتساءل شوية تعاقد لأ مش هنتعاقد لأ هنتعاقد لأ مش هنتعاقد تلعيبة يمضوا بعدين يترجع فاها من نجمة الكراف من الزمالك بص احنا برضو تاني هنقول احنا لما نحب نعمل مشكلة لازم نوصفها لازم نقول المشكلة فين المشكلة في نادي الزمالك انه انت استلمت التركة التركة دي موجود كان موجود فيها ادارة بقالها ست سنين شغالة بسيستم معين انت جاي مطلوب منك في اقل من شهر ان انت تدوس على الزرار تماشي الدنيا زي ما كانت ماشي وده مش هيحصل مستحيل ده لو في بيتك الواحد في بيته وغير مكان سكنه ده يقعد فترة على بال ما يبتدي يزبط اموره ويعرف الدنيا بتاعتها وتمشي ازاي لكن ده مش معنى ان ما فيش قصور لا في قصور والقصور بدأت من البداية من التشكيل الوزاري التشكيل الوزاري انه جاب تلاتة مستشارين فوق اوكي ما عنديش مشكلة خالص وكان فيهم المستشار محمد عطيه وده انا انا يعني اه يعني انا بغطي ناد الزماريك بقى لي 17 سنة مسانة او اكتر اه الراجل ده زعمالكاوي حاجة غير طبيعية يعني زعمالكاوي درجة تلاتة فانا لا ما عنديش اي ظهر تشك في ان الناس دي عايزة تنجح الناس دي عايزة تعمل حاجة لنا الزماريك لكن الخطأ كان في التشكيلات اللجنة اللي تحتيها كانت اللي هي لجنة الكورا ولجنة المستشارين او الحكماء اللجنة الحكماء اه فيها طبعا دكتور كامال درويش افضل رئيس نادي في تاريخ نازل زماريك محدش ينكر ده لكن الادوات اللي كانت معاها وقت مجلسه مش موجودة معاها دلوقتي وبالتالي ده انا عكس على دول لجنة الكورا لانه كل الاسبوت مركزة على فريق الكورا فريق الكورا هيمشي تمام النادي كله مية مية زي الفور فريق الكورا هيمشي كوحش وكل الفرق التانية هتمشي تمام ما عملتش اي حاجة ولا اي حاجة وعليه انت فقط العنصر المهم جدا وهو عنصر انت ما بقاش عندك عدل القائد بتاع الزماريك مش موجود عندك العينه حلوة وبيعرف يدير صفقة يعرف ازاي يجيب صفقة انت بقيت متخبط ما انتش عارف الدنيا تبشي ازاي مش عارف الملات تب بيتك ازاي وللأسف الشديد بس الناس احنا مشكلتنا ان احنا دايما بننسى يعني احنا احسن ناس بننسى زاكرة سمك شغلة زي الفور المفترض ان مجلس الادارة اللي ميشي لأستاذ مرتضى ومجلسه ولجنة الكورا اللي فاتت برأسة امير مرتضى المفترض ان هم ميشوا من اسبوع كبتل مسلا او عشر تيام صح كده والمفترض ان كل الدنيا عارفة ان ده موسم انتقالات والمفترض ان انت مجاهز صفقتك زي ما الاهل عمله وضافه عمل طيب ممكن نسأل شوية اسئلة كده والناس تفكر فيها مع نفسها بس لان انا عندي مشكلة ودايما بقولها وبرددها في كل مكان انا بطلع فيه احنا بنقول الكلام وبنرددها كابتن على سوشيال ميديا من غير ما نفكر فيه ودا غلط سؤال واحد ايه هي الصفقة اللي اتمها امير مرتضى ولجنة الكرة انا مش باجب حد بس انا بسأل اسئلة بسألها جمهور ده الزمالك او انا كناقض بغطن هالزمالك ايه هي الصفقة اللي اتمها امير مرتضى قبل رحيله عن اقدارة الكرة في الزمالك حمزة المسلوسي الراجل ده موجود في القاهرة بقاله شهر ونص بياكل ويشرب ويتفسح لما وزنه زاد زي ما احنا شفنا في الصور بالشكل ليه ده ما بقاش موجود في تجرباتنا الزمالك ليه رغم انت خلاص متعقد معا هتقول لي بقى انا كنت خايف على تأثيره على الناس اللي معاها وانا كان عندي نهاية افريقية ومش عارفة انت كان عندك مين في الناحية الياص وبعدين ما انت خلاص انت جيبته ورجل موجود في القاهرة ما تجيبه واشتغل معاك دي واحد اتنين بغض ده وخلي بالك لجنة الكرة برئاسة امير مرتضى اخطأت خطأ جاسيم يعني انا لو من جمهورنا الزمالك هحاسبهم عليه حمزة المسلوسي كان له الحق المشاركة في المباراة طلاع الجيش في كاس مصر ولم يشارك ولم يدخل القائمة من الاساس لانه ما كانش جاهز لان حضرتك ما نزلتوش معاك ما نزلتوش تمرين معاك تاب ليه مين اللي حاسب على ده احنا محتاجين مع الاسود علي حلقات متكلم فيها لانه ما شاء الله واكبر يعني عايش جوانادي الزمالك واعرف كل التفاصيل لجوانادي الزمالك ان شاء الله وبإذن الله هنبقى مع بعض بحلقة يعني بعد اسم الكابتن والي يبقى الكابتن والي بإذن الله بحلقة الوحدة استاذ علي بحلقة الوحدة انا عايز من حضرك كابتن والي الكلمة اخيرة للجمهور العادي والحكام والرئيس لجنة الحكام الكابتن وجيه احمد خلال الفترة اللي جاي دي طبعا يعني اولا بشكر الكابتن وجيه احمد على الجهد المبزولي اللي عملوا الفترة اللي فاتت يعني أدى المهمة بالنسبة لي أنا أدى المهمة بنجاح كبير هو والدكتور عزب والحكام كلهم كل الحكام كانوا يعني أدوا المكشات كلها بنسبة كبيرة جدا كانوا كويسين كلهم فطبعا بشكرهم على المجهود اللي فات وبنطلب منهم مزيد إن شاء الله أنا عايز بس من الجمهور يعني زي ما يعني كلنا الدولة بتقول لا للتعصب يبقى عندنا يعني إيه برضو إيه يعني نتقبل الخطأ يعني بكرا النهاردة اللي هي بكرا يبقى علي إلى حد ما لازم يكون عندنا يعني تقبل للأخطاء ويكون فيه يعني ثقافة اختلاف يعني لازم نحترم رأي بعد حتى لو أنا اختلفت مع حضرتك لازم نحترم رأي بعد إحنا كلنا عايزين بلدنا تنهض كلنا عايزين الأندية تبقى قوية يهمنا الدور المصري يهمنا المنتخب المصري فلازم كلنا نوقف يعني ورى المنتخب وهو دوت يعني طبعا أنا آخر حاجة طبعا أنا بشكر حضرتك والفريل الإعداد بنشكرك بنشكرك كابتن مهل وبنشكر الأستاذ علي نصير وإن شاء الله على أمل بإذن الله إن إحنا لحلقات جاية بإذن الله نبقى نغطي وسعيد طبعا أنا مع حضرتك ومع الأستاذ علي نصير طبعا النقل كدير استنونا بعد الفاصل في مجلة البرنامج إن شاء الله بعد الفاصل نرجع لكم مرة أخرى ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر شكرا